السلام عليكم اليوم عقد مجلس الوزراء جلست السابعة لهاي السنة برئاسة سيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء وناقش العديد من القضايا المطروحة على جدول أعماله طبعا جائحة كورونا اصدرت أعمال المجلس وأخذت الكثير من الوقت والنقاش باعتبارها جائحة ووباء بدنا يمكن هنا بالعلاق نحس بآثارها الحقيقية بالآونة الأخيرة فكان اهتمام السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء كبير جدا بهذه القضية واستمع المجلس إلى شرح مستفيد من السيد وزير الصحة آآ للأوضاع الصحية الحالية وطريقة تصدي الدولة بصورة عامة ووزارة الصحة وكوادرنا الصحية بصورة خاصة لهذه الجائحة آآ ضمنت دعم كبير لإجراءات الوزارة في مواجهة الجائحة ودعم المجلس كل الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا الخطر وإمكانية تطويق آآ أيضا فيما يخص هذا الموضوع خوّل وزير الصحة من قبل المجلس آآ اتخاذ الإجراءات الملائمة بكل ما يتعلق بفيروس كورونا واعتبار الجائحة من الشؤون الاتحادية يمكن آآ أغلبكم يعرف أن هناك نوع من التداخل بالصلاحيات بين الوزارة وآآ المحافظات آآ سبب بها يمكن آآ عدم الفهم لآآ قانون واحد وعشرين للمحافظات غير المنتظمة بإقليم آآ فيما يخص جائحات كورونا مجلس الوزارة آآ خوّل وزير الصحة اتخاذ الإجراءات الملائمة بكل ما يتعلق بهذا الموضوع واعتبار الجائحة من الشؤون الاتحادية وضمن السياسة العامة للدولة وذلك من أجل احتواء الخطر والتقليل من نسبة الإصابات من خلال بث التوعية المجتمعية للوقاية من المرض والالتزام بكل مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أيضا فيما يخص الموضوع هناك مستشفيات أربع مستشفيات في محافظاتنا العزيزة في أربع محافظات هي في ذيقار وميسان وكربلاء وبابل قرر المجلس تقديم التسهيلات اللازمة لاستكمال هذه المستشفيات بالسرعة الممكنة ومدامنا نحجي عن المستشفيات أيضا اليوم مجلس الوزراء ناقش بجلسته مشروع إنشاء مستشفى عام خاص بالقوات المسلحة في العاصمة بغداد سعد هذا المستشفى أربعمائة سرير وتم التصويت من قبل مجلس الوزراء على إجراء التسهيلات لإنجاز المشروع وتقديم الدعم لإنشاءه قضية أيضا متعلقة بالجائحة أبناءنا الطلبة وخاصة المرحلة المتوسطة الصبو الثالث المتوسط تحانات البكالورية تعرفون كل الزيانة جاحة كيف أوقفت المدارس وكيف أوقفت عجلة التعليم هذا الموضوع أيضا أخذ اهتمام مجلس الوزراء هذا اليوم والسيد رئيس مجلس الوزراء شخصيا ونقشة مقترحات من قبل وزير التربية حول إمكانية كيفية عبور هذه السنة الدراسية بالتحديد لهذه المرحلة فتم اتخاذ قرار من قبل مجلس الوزراء وهو اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة لطلبة الصف الثالث متوسط للعام الدراسي الحالي 2019-2020 والسماح للراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني في جميع المواد التي رسبوا فيها اثنين يؤد الطلب الراسبون والمكملون امتحانا مفتوحا في المواد المقررة بالامتحانات الوزارية خلال ثلاثة أسابيع من خلال تعليمات تصدرها وزارة التربية بشكل عاجل وتضع المدارس أسئلة الامتحان المفتوح من الكتب المنهجية هذا هو الحل المؤلم اللي قدر يوصل في ظل هذه الجائحة قدر يوصل لمجلس الوزراء وإلا لا يمكن بأي حال من الأحوال في هذه الظروف أن فتح المدارس وتعريض طلبتنا وعوائلهم إلى عدوى هذا البيروس القاتل أيضاً مجلس الوزراء ناقش وضع الطاقة الكهربائية هنا السيد رئيس مجلس الوزراء وجه وزير الكهرباء بأن يكون العمل وزارة وكوادرها على مدار الساعة 24 ساعة تعمل وزارة الكهرباء من أجل تخفيف معاناة الناس ومن أجل إيصال الطاقة الكهربائية بأكبر قدر ممكن إلى المواطنين هناك تلاهرات مطلبية وكالصحفيين أكيد متابعيها وتعرفون خلينا نقول مصادرها وأماكن وجود هذه التلاهرات يمكن اليوم تضاهرات تخص وزارة الدفاع وزارة التربية ووزارة الكهرباء السيد رئيس مجلس الوزراء وجه الوزراء الثلاثة بالتعاطي الإيجابي والتفهم للمتظاهرين وفتح حوار شامل معهم ومع تنسيقياتهم من أجل التوصل إلى حلول واقعية ومقنعة وتتناسب مع حاجتهم ومطالبهم وتتناسب مع الوضع العام الذي تعيش الدولة حاليا أيضا الأمور المهمة التي جرت اليوم وهو إعلان رئيس الوزراء داخل الجلسة على أنه اليوم أو غدا ستصل مساعدات مستلزمات طبية من دولة الإمارات العربية المتحدة ووجه السيد الرئيس الوزراء أن توزع هذه المساعدات والمستلزمات الطبية اللي هي عبارة أغلبها عبارة عن أجهزة التنفس أن توزع بعدالة وإنصاف على المحافظات المتضررة حسب أعداد الضرر وحسب حالة وحاجة هذه المحافظات لهذه الأجهزة هذا بالنسبة لموضوع الجائحة والمساعدات من دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا مستشفى كربلاء أرجع على مرة ثانية صار توجيه بأن يتم بناء على توقع السيد وزير الصحة أن هذا المستشفى خلال واحد وعشرين يوم خلال ثلاثة أسابيع سيكون جاهز وجه السيد الرئيس الوزراء بالإعلان على أن هذا المستشفى سيفتتح خلال ثلاثة أسابيع هذا مجمل ما دار في جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم وإذا أعدكم أسئلة فأكون سعيد باستماعها السلام عليكم أستاذ أحمد السجاد الموسوي من العراقية الإخبارية حياك الله بداية نبارك لك هذا المهمة إن شاء الله نتوقع النجاح أستاذ أحمد أستاذ أحمد هل صحيح أصبحت ورقة الإصلاح المالي والاقتصادي كمشروع قانون سيرسل من الحكومة الاتحادية إلى مجلس النواب لأسيما في تقنين بعض الواردات واردات المتسربة كما اسمها رئيس الوزراء شكرا جزيلا لا يخفى على الجميع الضائقة المالية اللي مربها البلد مع انخفاض أسعار النفط مع سياسات متخبطة لحكومات سابقة هذه الحكومة ورثت وضعا إداريا وماليا لا تحسد عليه لذلك هي جادة في إجراء إصلاحات حقيقية هذه الإصلاحات ستكون مقننة أي صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوزراء سيتم اتخذ بها قرارات داخل مجلس الوزراء أما أي إصلاح يحتاج إلى تشريع قانوني فالفصل بين السلطات مبدأ أساسي من الدستور العراقي تؤمن بهذه الحكومة ستحيل أي مشروع قانون يخص الإصلاحات إلى مجلس النواب إذا احتاجت إلى قانون أما القرارات فهذه صلاحيات حصرية لهذه الحكومة نعم إبراهيم المحمود قناة عينوز بداية كل الموفقية لمهامك الجديدة شكرا لك اليوم مزاد العملة والتساؤلات التي تشوب هذا المزاد وأيضا هناك حديث عن موضوع البنك المركزي يعتزم تحويل مهام المزاد العملة إلى وزارة المالي هذا السؤال السؤال الثاني أكو نواب كرد معارضين يتحدثون عن مئتي ألف موظف ربما هو تحت بين قوسيا الوهميين يتقاضون رواتب من حكومة أقليم كردستان هل هم داخل الموازنة وأيضا اليوم الإصلاحات لرئيس الوزراحية للموضوع شكرا جزيلا خلي أبدأ بسؤالك الثاني يمكن فاتني أن أذكر بالتقديم أنه قبل نهاية اجتماع مجلس الوزراء بقليل سيد رئيس الوزراء أعلن أرقام واصلتها من وزارة التربية هناك لجنة خاصة للتحقيق بمزدوجي الرواتب ثمنتعش ألف الرقم الأولي ثمنتعش ألف مزدوجي رواتب في وزارة التربية فقط تم تدقيق لحد الآن خمسة آلاف تم التأكد من هؤلاء الثمنتعش اللي وصلت معلومات عنهم تم التأكد من خمسة آلاف مزدوج راتب في وزارة التربية فقط هذا رح يشمل كل البلاد تدقيق كل مزدوجي الرواتب حتى لا يأخذ البعض على أن هناك فئة مستهدفة هناك فئة فقط مستهدفة كل مزدوجي الرواتب في البلاد مهمة أساسية وهناك لجان خاصة مشكلة للبحث عن مزدوجي الرواتب وخلال فترة معقولة لن يكون في العراق من يتقاضى راتبين هذا بالنسبة لسؤالك الثاني سؤالك الأول بس ذكرني به مزاد العملة البنك المركزي العراقي يحكم قانون مؤسسة وهيئة مستقلة ووزارة المالية ووزارة أيضا يحكمها قانون وهي جزء من حكومة الحقيقة المستقلة اللي هي البنك المركزي اللي يحكمها هذا القانون مزاد العملة هو جزء من يعني أساسي من عمل البنك المركزي العراقي لا وجود لأي حديث عن تحويل مزاد البنك المركزي العراقي أو مزاد العملة إلى أو نافذة بيع العملة يعني تسميتها مزاد خطأا بالمناسبة نافذة بيع العملة هي اختصاص حصر البنك المركزي العراقي اللي يحكم قانون مستقل ولا هناك أي فكرة أو نية لنقلها لوزارة المالية نعم السلام عليكم عمر هشام وكارة نينا الأنباء حقيقة من قبل أشهر سمعنا أن هناك عفوا خاصا عن سجناء مشمولين ضمن فقرات قانونية معينة ومرت الأشهر لم نسمع بأي إطلاق صراح إن كان على مستوى رئاسة جمهورية وحتى على مستوى رئاسة الوزراء في الحكومة السابقة ما يتداول حاليا هو أن هناك قوائم بأكثر من 1500 اسم إضافة إلى قائمة ملحقة بأنه سيكون هناك حسب بيان وزارة العدل اليوم أن هناك عفو خاص من وزارة إضافة للعفو الخاص من رئاسة الجمهورية وزارة العدل نفت قبل فترة وجود أي تفشي للفيروس داخل السجون العراقية ولكن هناك أنباء تتواتر بين الحين والآخر بأن هناك إصابات بأن هناك وفيات في عدد من السجون الأول سؤالي بالتحديد هو أن هل سنسمع في القريب العاجل خلال أسبوع خلال أيام أن هناك عفو جديد سيصدر وهل هناك نفي حقيقي بمسألة عدم وجود إصابات بالفيروس في السجون العراقية شكرا جزيلا موضوع العفو الخاص هذا من اختصاص رئاسة الجمهورية ما راح أحلق عليه لكن فيما يخص الإصابات السجناء بشر بشر وموجودين في أماكن قد يكون من الصعب عليهم إيجاد موضوع التباعد الاجتماعي لا فرق بين إصابة أي شخص في منزله أو في أي مكان آخر وبين سجين لا توجد لحد الآن أرقام دقيقة أو أرقام واضحة لعدد المصابين من السجناء من الواضح جدا أنه اليوم وزير العدل بمجلس الوزراء من الواضح جدا أنه عنده رغبة أن يفتح سجن أبو غريب ومن أجل استثماره وصر حديث حول آليات بالتعاون مع وزارة الداخلية من أجل افتتاح سجن أبو غريب من أجل توسعة وإيجاد أماكن أفضل وأوسع للمحتجزين والموقفين والمسجونين والمحكم عليهم محمد جليل من قناة الجزيرة سؤالي هو سؤال واحد لكن فيه ثلاثة محاور بخصوص الزيارات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد هناك زيارة كانت زيارة مهمة لرئيس إقليم كردستان الرئيس حضر بعدة ملفات إلى الحكومة الاتحادية أيضا بعد هذه الزيارة بيومان كانت هناك زيارة من حكومة إقليم كردستان لوفي التفاوض آخر ربما من أجل التوقيع أو من أجل إتمام الصيغ النهائية للاتفاقات السابقة وحل المعضلات بين الحكومة والإقليم أيضا أستاذ أحمد غدا وزير الخارجية الأردني هناك زيارات خارجية أيضا وفود خارجية وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم غد سيكون أيضا في العاصمة العراقية بغداد ربما يعني هناك ملفات هل بالإمكان معرفة الملفات التي سوف يخوض بها الوزير الأردني يوم غد ونتائج زيارات وفود الأقليم سواء وفد الرئيس نجيرفان برزاني أو الوفد الذي تلاه بيومان شكرا لحضرتك أو الوفد الذي يجالس الآن مع سيد رئيس الوزراء وأنا نتحدث معكم زين شي طبيعي أن يتواصل السيد رئيس الوزراء مع السياسين والقادة في الإقليم ومن الطبيعي جدا ومن معروف جدا أنه لا زالت هناك قضايا شائكة بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية وخبر جيد يعني يدفع إلى التفاؤل أنه خلال عشرين يوم أقل من عشرين يوم ثلاثة أربعة وفود هذا معنى أنه الحوار جاري ومدام الحوار جاري فما رح تبقى إشكالات وسيصل الطرفان بالتأكيد إلى حلول لكل القضايا الشائكة بين الطرفين هل تم التطرق لمصير وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق؟ سيما وأن هناك عمليات عسكرية استهدفت مواقع هذا التنظيم في الأيام الماضية هل تم التطرق لمصير وجود حزب العمال الكردستاني داخل أراضي شمال العراق؟ الحكومة دائما ورد سيد رئيس الحكومة سيد مصطفى الكاظمي يؤكد دائما على السيادة العراقية أكيد تم التباحث حول إيجاد الحلول الكفيلة كيف يتعاون الحكومة الاتحادية والإقليم من أجل حفاظ على السيادة العراقية سواء من التدخلات الخارجية أو بسبب وجود منظمات إرهابية داخل البلد الكل متعاون من أجل حفظ السيادة العراقية وحفظ السيادة العراقية واحد من أهم أهداف هذه الحكومة فيما يخص زيارة وزير خارجية الأردنية بالتأكيد المملكة الأردنية الهاشمية بلد شقيق وجار وتربطنا بعلاقات وطيدة جدا تربطنا بعلاقات اقتصادية أيضا وطيدة لدينا اتفاقيات اقتصادية الحكومة السابقة أبروانت اتفاقيات أيضا مهمة مع المملكة الأردنية الهاشمية وزيارة السيد وزير الخارجية يعني ستبحث العديد من المواضيع لذات الاحتمام المشترك القضايا أكيد راح تكون جائحة كورونا واحدة منهم الملفات التي تبحث قضايا الاقليم أيضا الوضع الاقليمي أيضا ستبحث في هذه الزيارة وسيد وزير الخارجية الأردنية ضيف كريم عزيز سيحل علينا غدا إن شاء الله السلام عليكم أستاذ مبارك لك هذا المنصب لدي موضوع سيما أني طرحته على الكثير من الحكومات السابقة وهو موضوع الإجور والعقود وهم يتظاهرون منذ أسابيع في بعض المحافظات وحتى في العاصمة بغداد ما هو مصير هؤلاء المتظاهرين لا سيما وإجور وعقود وزارة الكهرباء في ظل الأزمة الحالية للكهرباء وهل سيتم تحويلهم على الملاك الدائم أو على قرار 315 شكرا لك هؤلاء أبنائنا أبناء هذه الدولة وخير هذه الدولة يجب أن يتمتع بكل أبناء بما فيهم هؤلاء الذين أشرت اليهم لجراء الأوميين وغيرهم مستوى الفقر في بعض المحافظات وصل إلى مراحل مؤسفة في بلد يملك كل هذه الخيرات فهؤلاء وغيرهم هم مسؤولية الدولة ومسؤولية هذه الحكومة التحديدة لكن خلينا نرجع شنو اللي وصل الدولة إلى هذا الحال لماذا سعت بعض الحكومات طيلة الفترات الماضية إلى هذا التوظيف بهذه الطريقة الخاطئة لماذا قتلوا الدولة بهذا التوظيف ملايين الموظفين لا يوجد بلد بالعالم نسبة الموظفين كما موجود في العراق بلد من 38 مليون أكثر من 8 مليون عراقية أخذ راتب لا توجد هذه النسبة هذا أثقى الكاهل الموازنة العراقية بكل صراحة من الصعب جداً من الصعب جداً تعيين جديد من الصعب جداً إذا ما تحسنت إلا إذا تحسنت وضع القطاع الخاص بعض من الموظفين قد يقتنع بترك الوظيفة الحكومة والذهاب إلى القطاع الخاص وتنشيط القطاع الخاص وتنشيط الاستثمار اللي أيضاً كان اليوم نقاش طويل حول بعض الفقرات اللي طالبتها هي الاستثمار كان نقاش طويل حولها هدف أساسي لهذه الحكومة هذه الحكومة رغم أنه مدتها محدودة مهمتها محددة بإجراء انتخابات لكن على الأقل تؤسس للحكومة اللي تليها لذلك أقول بأنه خلق فرص استثمار بالقطاع الخاص أفضل بكثير من التعيين على الملاك الحكومي وهذا نهج الحكومة السلام عليكم أستاذ أحمد مبارك لك تسنم هذا المنصب سؤالي لحضرتك تركيا توغلت برياً وكذلك هناك قصف للطائرات على الأراضي العراقية استشهد أيضاً هناك شبان عراقيون من محافظة الدهوك وكل هذا ولم تتخذ الحكومة سوى مذكرات الاحتجاج بينما هناك عوامل أخرى وهناك أمور أخرى تستطيع أن تسلكها مع الجانب التركي في نفس الوقت هناك منظمة إرهابية تقوم بعمليات إرهابية سوافع العراق يعني قبل أعتقد حتى اليوم هناك غلق لأحد مراكز الشرطة هذا معلنت عنه بعض مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الوكالات اليوم الحكومة لما لا تقوم باتخاذ إجراءات حاسمة مع هذه المنظمة الإرهابية وكذلك سلك تدويل القضية مع تركيا أو اتخاذ خطوات أخرى ضاغطة تجبرها على أن لا تقوم بهذه الأعمال وتنتهك السيادة العراقية الحكومة كانت جادة بالتعامل وكانت حاسبة بالتعامل وزير الخارجية أرسل بطلب السفير التركي وأسمع رسالة الاحتجاج شديدة وهناك اتصالات خاصة أجراها سيد الرئيس الوزراء عبر بيها عن شجبة لهذه التدخلات يعني ليس من المفترض أن نبادر بالخطوات التصعيدية نلجأ إلى الحلول الدبل الماسية شيئاً فشيئاً وهذه الحكومة لا تريد خلق مشاكل تريد بالعكس تريد تبريد كل الملفات هناك تجاوز على السيادة العراقية وهذا مرفوض قطعاً مرفوض لكن هناك آليات ناعمة للتجاوز هذا للحد من هذا التجاوز وخرق السيادة العراقية والحكومة الجادة بالتعاطي مع هذا الملف استاني يعني أحداث الإرهابية الأخيرة في المحافظات يعني وغلق حتى مركز شرطة اليوم واحدة من الملفات المهمة واحدة من الملفات المهمة الآن إذا تبحث من خلال زيارة الوفود من إقليم كردستان إلى بغداد هذه الملفات التي تعنيها كل شيء بين الإقليم بين الحكومة الاتحادية والإقليم خاضع للحوار وخاضع للدستور وسيتم كل شيء تعتسق في الدستور شكرا لكم شكرا جزيلا موسيقى 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 موسيقى